طيب قبل ما نروح لإدارة التمثيل أو نظام التمثيل برئاسة عبدالفتاح السيسي تعالوا نشوف الخبر ده لأن الخبر الجاي ده مهم قوي من وكالة بلومبرج مصادر للشرق بلومبرج جهود لإحياء اتفاق 2005 لإدارة معبر رفح بإشراف أوروبي بعد الحرب مش دلوقتي ده سمح الله قالت مصادر مطلعة أن هناك جهود لإحياء اتفاقات المعابر بين إسرائيل والسلطة لعام 2005 تم التوصل لها في نوفمبر 2005 بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي بيعتبروا طرف في اللجنة الربعية الدولية التي كانت تتولى الوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين قالوا أنه بعد انتهاء الحرب إن شاء الله هنفتح المعبر تاني يا بصوا نبي الاستفزاز مش مثلا إحنا دلوقتي خلاص هنفعل الاتفاقية ويلا نشأل لا لا بعد الحرب بعد ما إسرائيل تخلص على حماس وتهجر الفلسطينيين لسينة وهنشوف بقى الاتفاقية بتاعة المعبر يعني ما تقلقوش محدش يقلق أبدا يعني مصر تبقى مسؤولة عن جنب وإسرائيل مسؤولة عن جنب والسلطة عن جنب والاتحاد الأوروبي موجود وكلام زي كده جزء من التمثيل إحنا بنمثل برضو إن إحنا هنفتح المعبر بنمثل إن إحنا بنعمل حاجة طيب نظام التمثيل مهمة أو إن إحنا نتعرف عليه عشان نعرف 30 يوم اللي فاتوا هو النظام المصر يا جماعة بيعمل حاجة بجد ولا لا هي الناس متجنية عليه هو السيسي بيشارك في الإبادة ولا لا مصر ليه دور حقيقي هو زي خرجية النهاردة لما راح اجتماع وزراء الخرجية العرب مع بلينكين عملوا حاجة بجد ولا بيمثله الحقيقة إن إحنا بنعيش حقبة رخيصة من التمثيل العربي وليس المصري عزيز المواطن أقدم لك نظام التمثيل فيما يتعلق بغزة برئاسة عبد الفتاح السيسي طيب أول حاجة بنمثل فيها إيه إن الإعلام المصري يدعم المقاومة إعلام من أول يوم أحمد موسى بينشر صواريخ القسام مصطفى بكري بيلبسوا كفية وبيستضيف خالد مشعل مش عارف مين بيتكلم على إيه أوكي الحقيقة إيه إن فيش ريطانة لحماس بيقودها برايم عيسى داليا زيادة واللجان الإلكتروني فدي أول حاجة بنمثل فيها إن الإعلام المصري دعم المقاومة الحقيقة لا طيب النوطة التانية إحنا يا جماعة فتحين معبر رفح إحنا مش قافلين معبر رفح بلاش مزايدة علينا وإحمد موسى يكتب تغريدة لإسماعيل هنين باري حقول له بقولك إيه عم إسماعيل لما تتكلم على مصر وتتكلمش وتقول يفتحوا معبر رفح إحنا فتحين المعبر يا خوية نعقة تديهي إحنا فتحين المعبر يا أستاذ عمر قديب يا باش مهندس المعبر مفتوح أوكي إحنا فتحين المعبر مش كده تمام إحنا بنمثل إن إحنا فتحين المعبر الحقيقة إيه الحقيقة إن فيه حواجز أسمنتية وفيه إغلاق للمعبر بأمر إسرائيلي وإحنا مش قادرين نعمل أي حاجة في المعبر مش قادرين نعدي أي حاجة من المعبر لإن إسرائيل لم تسمح للنظام المصري فإحنا بنمثل إن إحنا فتحين المعبر بنمثل كمان إن إحنا بنبعث المساعدات عندنا مساعدات جبارة بتدخل مساعدات مش معقولة بتدخل يعني حالة من التمثيل الحقيقة ايه من 30 ل 50 شاحنة يوميا وده اقل من عشر الاحتياج اليومي التمثيل المصري الحقيقة موقفش عند ده لكن الحقيقة فيه مجموعة اخرى من التمثيليات الرخيصة اللي بيقوم بيها النظام المصري النظام المصري يستقبل الجرحة حتى الان ومع تمثيلية وزير الصحة خالد عبدالغفار استقبلنا 70 جريح بعد 27 يوم من القصف من اصل 22 الف جريح في غزة الارقام دي اكيد زادت احنا تجوزنا 30 الف جريح حتى الان من التمثيليات ايضا ان السيسي بيسمح بالمظاهرات الداعمة لغزة وان الشعب المصري يتظاهر الحقيقة ان دي تمثيلية رخيصة عملها عشان ياخد تفويد لانه اعتقل 56 مواطن على الاقل بعد مشاركتهم في المظاهرات وحولوا المحافظات لثكنات عسكرية بتمنع المظاهرات امام الجامع الازهر وامام عدد اخر من المساجد في ايام الجمعة مصر صاحبة سيادة على المعبر او مصر صاحبة سيادة تمثيلية رخيصة جدا في وجود عبدالفتاح السيسي احنا بنمثل ان عندنا سيادة ليه اسامة بتقول الكلام ده لان الحقيقة قصف طابة وانويبع خمس مرات تم قصف معبر رفح ولم يتحدث النظام المصري بناخد الاذن الاسرائيلي عشان ندخل اي مساعدات او نتحرك اي تحرك وكمان احنا ما بنتكلمش عن الامن القومي المصري وعلاقته بغزة من التمثليات انه موضوع مسافة السكة اللي كنا بنقوله وان فلسطين هي قضية القضايا احنا في حالة اهمال كبيرة للنداءات والمناشدات الفلسطينية في موضوع ان احنا نفتح المعبر واندخل المساعدات السيادة المصرية خط احمر ولن يقترب احد من مصر تمثلية رخيصة من تمثليات النظام المصري احنا اصيب عندنا تسع جنود وتقبلنا اسف واعتدار الاحتلال وسيسي طلع قال للجيش اوعى تتحرك بحماسة وغضب مهما حصل اوعى تتحرك وتندم على التحرك بتاعك احنا قوة اقليمية كبرى فارقة في المعادلة والجميع بيتصل بنا والجميع بيتصل بفخامة الرئيس تسعة وتلاتين اتصال اجراهم واستقبلهم عبدالفتاح السيسي لكن المحصلة صفر الحقيقة صفر ولا قيمة اقليمية ولا قيمة دولية ولا اي حاجة خالص عزيزي المواطن المصري يجب ان تعلم انه على مدار شهر كامل دلوقتي عبدالفتاح السيسي مشارك في الابادة ونظامه المصري بيمثل انه بيعمل كل الحاجات اللي انا قلتها لحضرتك